موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولادنا طلبة الصف الثالث العدادي أهلا وسهلا بيكم في مراجعة كيلة الامتحان لمادة الهندسة نبدأ كده نقول بسم الله أول سؤال أولاد بيقول اختروا الإجابة الصحيحة دائرة محيطة 6 باي سنتيمتر والمستقيم لام يبعد عن مركزها 3 سنتيمتر فإن المستقيم لام ده يكون ممثل لها ولا قاطعا للدائرة ولا خارجا للدائرة ولا قطرا في الدائرة واحدة واحدة كده أنت بتقول لي أن محيط الدايرة 6 باي إحنا عارفين أن محيط الدايرة قانونه 2 باي نق طيب 2 باي نق بيسوي 6 باي يبقى ده معناه أن احنا نقسم على 2 نق هنا وهنا يبقى هيتبقى لي 3 لما يتبقى لي 3 يبقى ده معناه أن نص القطر بيسوي كام 3 طب لما يتبقى لي 3 هقسم على 2 باي هيتبقى لي 3 نص القطر بتلاتة وحضرتك بتقول لي أن المستقيم بيبعد مسافة 3 سنطي طالما بيبعد مسافة 3 سنطي ونص القطر تلاتة يبقى أكيد المستقيم ده فعلا ممثل الدائرة وطر طوله 6 سنطي مرسوم داخل دائرة طول قطرها 10 سنطي فإن بعد الوطر عن مركز الدائرة يسوي قد إيه الوطر طوله 6 سنطي مرسوم داخل دائرة طول قطرها كله 10 سنطي بقى نص القطر كام 5 سنطي طيب أنا عايز أعرف بعض الوطر عن المركز تخيل كده معايا حاول ترسم الرسمة أنا عندي اختيارات 2 ولا 5 ولا 3 ولا 4 طيب لو رسمت الرسمة وتخيلت أن الوطر مرسوم طوله 6 سنطي وطبعا نص القطر موصل من المركز لطرف الوطر اللي هو طوله حيبقى 5 سنطي هبدأ أنزل عمود عشان يبقى بعد عمودي هنزل عمود من المركز على الوطر طيب أنت متخيل متخيل معايا أن رسمتك أنك رسمت مسلس قائم العمود اللي حينزل من المركز على الوطر حينصفه فالوطر بدل مكان 6 سيبقى 3 و3 ونص القطر بالنسبة لي يعتبر الوطر في المسلس القائم اللي نشأ عندي أصبح نص القطر بتاعي ب5 يعني وطر المسلس القائم ب5 مسلس قائم عنده ضلع قيمة ب3 وعنده الوطر ب5 يبقى قدر أجيب الضلع العمودي بيطلع بكم مربع الوطر ناقص مربع الضلع الموجود وبعدين نجيب له الجزر يبقى 5 تربيع ب25 3 تربيع بتسعة نترح يديني 16 جزر 16 4 سنتي سؤال اللي بعد كده بيقول لي الممسان المرسومان من نهايتي قطر في دائرة الممسان المرسومان من نهايتي قطر في دائرة طبعاً هيكونوا متوازيان لأن المماز بيكون عمودي على نص القطر أو على القطر المرسوم من نقطة التماس فتخيل أن هنا في مماز وهنا في مماز هنا زاوية قيمة وزاوية قيمة هيبقى في زاويتين قائمتين متداخلتين مجموعهما 180 درجة يبقى طبيعي جداً يكون الممسين متوازيين سؤال اللي بعد أولاد بيقول محور تماثل الوطر المشترك محور تماثل الوطر المشترك ألف بي لدائرتين متقاطعتين ميم ونون هو طبعاً أي مسألة زي كده مش مرسومة حاول ترسمها تتخيلها لما يقولك دائرتين ميم ونون يبقى على طول أن لو وصلت الميم بالنون يعتبر خط المركزين وتخيل معايا أن الدائرتين المتقاطعتين أكيد مشتركتين في وطر واحد بنسميه وطر مشترك أخذنا حقيقة بتقول أو نتيجة بتقول أن خط المركزين بيكون عمودي على الوطر المشترك لدائرتين متقاطعتين وينصفه طالما عمودي وبينصف يبقى ده معنا أنه هو محور تماثل فعلاً يبقى محور تماثل الوطر المشترك هو فعلاً خط المركزين اللي هو جاي من المركز ميم ورايح للمركز نون يبقى ميم نون خط مستقيم سؤال اللي بعده بيقول ميم ونون دائرتان متقاطعتان طول نصفي قطرهما خمسة سنتي واثنين سنتي فإن ميم نون ينتمي لأي فترة هل تلاتة وسبعة مفتوح مفتوح تلاتة مغلق وسبعة مغلق تلاتة مفتوح وسبعة مغلق تلاتة مغلق وسبعة مفتوح طبعاً أنا عارف إن العلاقة هنا بتقول طالما دائرتين متقاطعتين يبقى المسافة ما بينهم بتساوي أو المسافة ما بينهم أكبر من الفرق وأصغر من المجموع يعني النق واحد زائد نق اتنين والنق واحد ناقص نق اتنين أصبح الميم نون عبارة عن إيه اجمع نص القطر ده ونص القطر ده هيدي لك سبعة اطرح نص القطر الكبير بنقص نص القطر الصغير هيدي لك تلاتة يبقى معنى كده إن المسافة ميم نون تقع بين المجموع والفرق يعني ما بين الثلاثة والسبعة يعني ولا هي بتساوي ثلاثة ولا هي بتساوي سبعة أصبح اختار الاختيار الأول الفترة من ثلاثة مفتوح لسبعة مفتوح أي رقم ما بين الثلاثة والسبعة ينفع لكن ثلاثة لا وسبعة لا سؤالي بعد ورقم ستة بيقول لي عدد الدوائر التي تمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة طبعاً من غير ما شوف الاختيارات أنا عارف إن عدد الدوائر اللي بتمر بثلاث نقاط أكيد هتقول لي دايرة واحدة بس خد بالك أكيد هم مش على استقامة واحدة لو الثلاث نقاط على استقامة واحدة مستحيل يمر بيهم دايرة واحدة يبقى أكيد عدد الدوائر اللي هتمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة هو صفر سؤال السابع بيقول لي لا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس تمام مسلس مربع معين مستطيل طبعا المعين لان انا عارف ان فيه اشكال ربعية معروفة سبتة اول ما اقولك مربع او مستطيل او شبه منحرف متساوي السقين على طول بتقولي دي اشكال ربعية دائرية انما لما بقولك اشكال ما تمفعش تبقى ربعية دائرية مستحيل تقولي والله ده متوازي الاضلاع او المعين او شبه المنحرف اللي مش متساوي السقين التلاتة دول مستحيل يكون يمر برقوسهم الاربعية دائرة واحدة فبقولي عليهم ما ينفعوش بقى ربعية دائرية منهم طبعا المعين شوف السؤال اللي بعده بيقولي طول القوس الذي يمثل ربع محيط الدائرة انا عارف اللي محيط الدائرة هادي ايه اتنين بينق برافو عليك طب ما طالما انت عارف القانون بتاع محيط الدائرة بمنتهى البساطة هتقولي خلاص يعني طول القوس عبارة عن ربع المحيط يعني ربع فيه اتنين بينق اكيد الناتج هيبقى عبارة عن نص باي نق سؤال اللي بعده بيقول الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة تكون اكيد برافو قائمة فيه ناس عارفة بسرعة الاجابة اكيدها تبقى قائمة لان طبعا الدائرة المحيطية اللي مرسومة في نصف دائرة يعني يقابلها قوس يقابل او يساوي او يكافئ نصف قياس الدائرة نصف قياس الدائرة 180 والزاوية المحيطية نصف قياس القوس المقابل لها يبقى اكيد 90 سؤال اللي بعضه بيقول النسبة بين قياس الزاوية المحيطية وقياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس يساوي طبعا انا عارف العلاقة ما بينهم الزاوية المحيطية بتساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس ولو عكس الموضوع هيقول لي ان قياس الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس هنا بدأ ممين بدأ بالزاوية المحيطية اللي النسبة بين قياس الزاوية المحيطية وقياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس يبقى انا لازم اضطر اشتغل بواحد الى اثنين اللي هي نص في الشكل المقابل جايب لك دايرة فيها زاوية محطية وزاوية مركزية مشتركتان في قوس واحد اللي هو بهجيم زاوية به ألف جيم زاوية محطية وزاوية به ميم جيم زاوية مركزية زاوية به ألف جيم طبعا المحطية بتسوي نص قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس يبقى بالتالي لو جيت سألتك قلت لك قياس زاوية ميم ناقص قياس زاوية ألف كان بيساوي خمسين طبعا أنا عارف إن ميم ضعف الألف فلما الميم ضعف الألف بتساوي خمسين يعني الميم شلنا منها نصها بيساوي خمسين يبقى ده معناه إن الألف نفسها بخمسين والميم كانت دمية لأنا عايز قياس زاوية ألف يبقى قياس زاوية ألف بيساوي خمسين سؤال اللي بعده بيقول في الشكل المقابل جايب لي دايرة فيها وطارين جيم ألف أو به ألف ودال جيم متقاطعين خارج الدايرة في النقطة هي حصروا قصين قص صغير وقص كبير القص الصغير ألف جيم قياسه خمسين قص كبير به دال قياسه مية وعشرة طبعا أنا عارف التمرين المشهور اللي بيقول إن زاوية تقاطع وطارين خارج دايرة بيساوي نص الفرق ما بين القصين نص الفرق بين القصين طبعا أنا عندي قص بخمسين وقص بمية وعشرة هو بيقول لك بقى بيخيرك ستين ولا خمسين ولا أربعين ولا تلاتين طبعا حطرح القصين من بعض اطرح مية وعشرة ناقص الخمسين هيديلك ستين نقسم الستين على الاتنين يجيب نصا يديني تلاتين يبقى طبعا تلاتين درجة سؤال اللي بعضه أولاد بيقول في الشكل الرباع الدائري كل زاويتين متقابلتين ملهم كل زاويتين متقابلتين دي من خواص الرباع الدائري كل زاويتين متقابلتين هه الناس اللي ذكرت مظبوط متكاملتين فعلا يعني مجموعهم مية وثمانين درجة تعال بسرعة أقول لك خواص الشكل الرباع الدائري انت عندك أربع خواص للشكل الرباع الدائري أولا الرباع الدائري يعني شكل رباعي تمر برؤوسه الأرباع دائرة واحدة بالتالي يوجد نقطة في مستوى الشكل الرباع الدائري تبعد بعد ثابت عن نقاطه الأرباع أو رؤوسه الأرباع اللي هي طبعا مركز دائرته نمر اثنين كل زاويتين مرسومتين على ضلع واحد من اضلاع وفي جهة واحدة منه متساويتين في القياس اللي هما بينشأوا من رسم القطرين بتوع الشكل الرباعي طيب الخاصية الثالثة بتقول ان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين زي ما احنا لسه ايليين حالا مجموعهما 180 درجة وبالتالي اقدر استنتج منها ان لو في زاوية خارجة عن الشكل الرباعي الدائري عن اي رأس من رؤوسه يبقى بتساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجورة لها قياس الزاوية الخارجة عن اي رأس من رؤوس الشكل الرباعي الدائري بتساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجورة لها السؤال اللي بعض اولاد بيقول لي في الشكل المقابل الف بيجيم دا لشكل الرباعي دائري طالما اعطني المعلومة حتى لو ما كانش فيه دائرة يبقى ده معناه ان انا بستحضر على طول عندي الخواص بتاعة الشكل الرباعي الدائري بيقول لي ان قياس زاوية ألف باتنين سين وقياس زاوية جيم بتلاتة سين ممكن نعرف قيمة سين اكيد زاوية ألف وزاوية جيم زاويتين متقابلاتين في الشكل الرباعي وطالما متقابلاتين يبقى مجموعهم مية وتمانين درجة الزاويتين المتقابلاتين لمجموعهم مية وتمانين درجة واحدة فيهم باتنين سين واحدة بتلاتة سين يلا بينا نجمع يبقى هنعمل معادلة 2 سين زائد 30 خمسة سين الخمسة سين بتساوي 180 خمسة سين بيساوي 180 حقس مع الخمسة يبقى 180 على الخمسة فيها 36 درجة طبعا بإمكاني لو أنا عايز أعوض وعرف زاوية ألف بكام حضرة بـ 2 في 36 تطلع بـ 72 وبعدين حضرة بـ 3 في 36 تطلع بـ 180 سؤالي بعد أولاد رقم 14 بيقول لي عدد الممسات المشتركة للدائرتين المتمستين من الخارج يا ترى 0 1 2 3 تخيل دائرتين متمستين من الخارج يبقى متمستين في نقطة واحدة أكيد في ممس واحد بس ممكن يمر ما بينهم ده اللي ما بينهم لكن ممكن يمر بيهم ممس واحد فقط من فوق وممس واحد فقط من تحت يبقى أنت عندك 3 ممسات مشتركة تعالي نرجع القيمة بتاعة الممسات المشتركة لدائرتين بسرعة كده على حسب موضع دائرتين بالنسبة لبعض لو أنا قلت أن دائرتين متباعدتين يبقى ممكن يمر بيهم أربع ممسات مشتركة ممس من فوق وممس من تحت وممسين داخليين يبقى 2 خارجيين و2 داخليين طب لو أنا عندي دائرتين متمستين من الخارج زي ما إحنا للسائلين هيبقوا 3 ممسات هيبقى ممس واحد داخلي وممسين خارجيين طب لو هم متقاطعتين قربوا أكتر من بعض يبقى ده معناه الفرصة اللي في النص ما بينهم راحت أصبح فيه ممسين فقط بس ممسين خارجيين واحد من فوق واحد من تحت طيب لو عندي دائرتين قربوا من بعض أكتر فبقوا متمستين من الداخل طالما متمستين من الداخل فهي بقت فرصة واحدة بس اللي فضل ما بينهم إن هي ممس واحد فقط خارجي يمر بنقطة التماس الدائرتين إنما الدائرتين المتداخلتين أو المتحدة تالمركز أكيد أكيد ما لهمش أي ممس مشترك تعالوا معي بقى نشوف بعض الأسئلة المقالية سؤال زي اللي قدامي ده بيقول لي في الشكل اللي قدامي مين جيم طبعا نص قطر وألف به وطر في الدائرة مين جيم مين يوازي الألف به جميل علاقة التوازي بتديني أحرف يعني علاقات ما بين الزوايا يعني حرف زد أو حرف إف أو حرف يو إن وجد جميل بيقول كمان إن البيه جيم تقاطع مع الألف دال في نقطة ه عايزي نسبت إن به أكبر من ألف ه المسألة دي فيها قزء كده شق خاص بالسنة دي وشق خاص بالجزء التراكمي بتاعك إن تعلمته السنة اللي فاتت يعني لو جيت بسيت كده هتلاقي إن زاوية ميم زاوية مركزية زاوية ميم زاوية مركزية طب ما هي الزاوية المركزية مشتركة مع زاوية محطية اسمها به مهم مظبوط زاوية ألف ميم جيم المركزية وزاوية ألف به جيم المحطية مشتركتان في القوس ألف جيم يبقى الزاوية المحطية نص الزاوية المركزية أو الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المحطية المشتركة معها في القوس يبقى ده معناها قدر أقول إن زاوية ميم ضعف زاوية به تعالى نستغل المعطيات اللي هو اعطاهالي في المسألة اعطاني في المسألة معطى بيقول ان الجيم دال او الجيم ميم بيوازي الالف به الجيم ميم بيوازي الالف به طيب طالما في توازي هدور على قاطع عشان اتمكن من ايجاد علاقة ما بين زاويتين هلاقي ان القاطع بتاعي قد يكون الف ميم الالف ميم ده قاطع للخطين المتوازين بالتالي قياس زاوية ميم المركزية هتبقى بتساوي قياس زاوية ميم الف به تمام تعالى نربط الكلام ببعضه طب ما كده بالشكل ده هيبقى زاوية الف بتساوي زاوية ميم وزاوية ميم اكبر من زاوية به يبقى لو دخلت جوا المسلس الصغير جدا اللي اسمه هه الف به هلاقي ان زاوية الف اكبر من زاوية به اخدنا السنة اللي فاتت ان الضلع الكبير قدامه زاوية كبيرة والضلع الصغير قدامه زاوية الصغيرة فين؟ في المسلس والزاوية الكبيرة يقابلها ضلع اكبر من الضلع المقابل للزاوية الصغيرة انا بالفعل بعمل هنا مقارنة ما بين الزاوية فطبعا هستنتج ان فيه مقارنة ما بين الاضلع لاحظ ان فيه هنا مقارنة ما بين زاوية الف وزاوية به زاوية الف اكبر من زاوية به يبقى بالطالي طول بهجيم أو بهه أكبر من طول الهه ألف واحدة واحدة بقى كده تعلمها بعض اللي بنت بالبرهون بتاعنا شايفي الشكل بتاعك هقوله بما عنا الألف ميم جيم قياس زاوية ألف ميم جيم بيساوي اتنين قياس زاوية ألف به جيم طبعا ده لأن زي ما قلت لك الزاوية المركزية بيساوي ضاع في قياس الزاوية المحطية المشتركة معها فين في القوس تعالى كمان حلاقي في توازي بما أن الجيم ميم يوازي الألف به وطبعا الألف ميم قاطع لهما يبقى قياس زاوية ميم ألف به بيساوي قياس زاوية ألف ميم جيم بالتبادل من واحد واثنين من الرابطين اللي احنا طلعناهم دول هنكتشف أن قياس زاوية ألف هتبقى أكبر من قياس زاوية به يعني ميم ألف به أكبر من قياس زاوية جيم به ألف أو ألف به جيم بالتالي انا لو دخلت جوه المثلث هلاقي ان في المثلث هه ألف به زاوية هه ألف به اكبر من زاوية هه به ألف طبيعي جدا هيبقى للسنتاج بتاعي ان هه به او البيه هه اكبر من الالف هه تعال نشوف الفكرة اللي بعدها الشكل اللي قدامي يا ولاد بيقولي دائرة ألف به وطر جيم دال وطر بيساوي او بيتقاطعوا مع بعض في نقطة هه بحيث يكون الهه ألف بيساوي الهه دال عايزين نثبت ان الهه به هه به بركز معايا بيساوي الهه جيم طيب واحدة واحدة كده بص معايا على الرسم حضرتك عطيتني معطيات المعطيات بتقول انك لما عملت تقاطع ما بين الوطرين ألف به وجيم دال نتج أجزاء من الأوطار دي متساوية يعني الوطر اللي اسمه هه ألف بيساوي الوطر اللي اسمه هه أو الجزء من الوطر اللي اسمه هه ألف بيساوي القطع المستقيمة أو الجزء من الوطر اللي اسمه هه دال اتكون عندي مسلس صغير جدا اسمه ألف هيه دال شايفينه هيه ألف بيساوي هيه دال يبقى طبيعي جدا أن يكون المسلس ده متساوي السقين يعني زاويتين القاعدة متساويتين في القياس مين يعني زاوية ألف وزاوية دال ممتاز ده استنتاج كويس جدا تعال بقى نرجع للديرة كلها ككل لاحظ زاوية ألف اللي هي زاوية دال ألف به دي زاوية محطية دال ألف به المحطية يقابلها القوس به دال دور كده على قوس تاني يكون يقابلها أو مشترك معها في القوس زاوية تكون مشتركة معها في نفس القوس فعلا حلق زاوية دال جيم به آه يبقى زاوية دال ألف به وزاوية دال جيم به مشتركتين في نفس القوس دال به يبقى أكيد متساويتين في القياس كذلك الأمر بالمثل لاحظ أن زاوية ألف دال جيم ألف دال جيم زاوية محطية يقابلها القوس ألف جيم طيب الزاوية به أو ألف به جيم هي زاوية محطية تقابل نفس القوس يبقى بالتالي الزاويتين المحطياتين ألف دال به ألف دال جيم وألف به جيم هما زاويتين محطياتين مشتركتين في القوس ألف جيم يبقوا متساويتين في القياس بالطبع طالما الألف والدال متساويتين يبقى كمان الزاويتين اللي بيساوهم هم كمان متساويتين في القياس يعني اكيد هتبقى زاوية جيم بتساوي زاوية به لاحظ معايا ان زاوية جيم دي تعتبر زاوية في المثلث هيه جيم به وزاوية به كمان زاوية في المثلث هيه به جيم زاويتين متساويتين يبقى المثلث اللي تحت اللي اسمه هيه به جيم هو كمان مثلث متساوي السقين اكيد هتقدر تثبت ان الهيه بيساوي الهيه جيم يلا بينا نكتبه هنا بص معايا في المثلث ألف هه دال بما أن هه ألف يساوي الهه دال يبقى يكيد قياس زاوية هه ألف دال اللي هي على طول بالمرة به ألف دال بتساوي قياس زاوية هه دال ألف اللي هي جيم دال ألف ودي رقم واحد بعد كده حاجة أقول له خد بالك أن قياس زاوية به ألف دال بتساوي قياس زاوية به جيم دال لأنهم مشتركتان في القوس به دال طب تاني كمان قياس زاوية ألف به جيم بتساوي قياس زاوية ألف ده الجيم محطيتين مشتركتين في القوس ألف جيم من الاستنتاج الأول والتاني والتالت هنجد أن قياس زاوية به جيم هي به جيم هي بتساوي قياس زاوية هي به جيم يعني زاوية به بتساوي زاوية جيم ودول زاويتين في مسلس اسمه هي به جيم يبقى اكيد المثلث ده متساوي السقين وبالتالي اقدر اقول ان الههبة يساوي فعلا ههديم وهو المطلوب سؤالي بعده في الشكل المقابل يا ولاد بيقول لي عندك دائرتين ميمون دائرتين متقاطعتين في الف وبيه ميمون دائرتين متقاطعتين في الف وبيه اوعى تقول لي على طول خط المركزين عمودي على الوطن المشترك بص على الرسم خلي بالك اقرأ وخليك دائما بتبص على الرسم عندي دائرتين متقاطعتين في الف وبيه وبعدين رسمت الف دال خط مستقيم فقطع الدائرتين ميمونوم في هه ودال زي ما انت شايف وكمان رسمت به جيم خط مستقيم فقطع الدائرتين في واو وجيم زي ما انت برضه شايف هقول لك رسمت الهه واو ورسمت الدال جيم فنتج عندي شكل رباعي اسمه هه واو جيم دال قياس زاوية جيم بيساوي سبعين درجة مطلوب مني حاجتين واحد اجيب قياس زاوية واو اتنين اثبت ان الجيمدال بيوازي الههواو طيب واحدة واحدة الشكل اللي عندك ده هو هتفتكر ان هو رباع دقري لا ابدا هو مش رباع دقري ليه طيب لان انا ما عنديش دائرتين دائرة واحدة دي دائرتين اه يعني مش لأول واحدة كده اقول ان الشكل الكبير ده رباع دقري لا انتبه الشكل ده ما هواش رباع دقري الشكل ده مجرد شكل رباعي لان فيه دائرتين لكن احنا هنحاول نعمل علاقة عشان نطلع النواتج بتاعت واحدة واحدة كده بص معايا انا عندي دائرتين ومافيش خط مركزين يربطهم ببعض طيب ومافيش وطر مشترك لكن انا جات لي فكرة انا لو رسمت الوطر المشترك الف بيه هكتشف ان لو خبيت الدائرة ميم هتظهر الدائرة نون قدامي لوحدها جواها رباع دائري ولو خبيت الدائرة نون هتظهر الدائرة ميم لوحدها بداخلها رباعي دائري يلا بينا كده نشوف لو انت عملت كده ورسمت الالف بيه لاحظ ان الدائرة الشمال اللي هي نون عندها الف بيه جيم دال فعلا رباعي دائري طيب الشكل الرباعي الدائري هيبقى عنده زاوية اللي هي قياسها سبعين درجة زاوية جيم وانا عارف ان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين يبقى ده معناه ان زاوية دا الالف بيه هيبقى قياسها 180 ناقص السبعين مية وعشر مهم طيب هرجع ابص للشكل اللي في اليمين اللي في الدائرة ميم في الدائرة ميم انا لما وصلت الالف بيه اصبح الف بيه واو هي هو كمان رباع دائري وخد بالك احنا قيلين ان الالف دال خط مستقيم بيقطع الدائرة ميم في هي يعني ان هي على نفس الاستقامة تمام يعني تقصد تقول ان زاوية دال الف بيه هقول كمان مرة دال الف بيه تعتبر زاوية خارجة عن الشكل الرباعي الف بيه واو هي اللي هو في اليمين طب انا جبت الزاوية دي بمية وعشرة وفي خاصية من خواس الرباع الدائري بتقول ان الزاوية الخارجة المقابلة للمجورة لها الزاوية الخارجة بتساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجورة لها يعني الزاوية اللي بره اللي هي بمية وعشرة هتساوي قياس زاوية واو وهي الزاوية الداخلة المقابلة للمجورة لها فعلا هتبقى قياسها مية وعشرة طيب فاغلب الاحوال بنسبة كبيرة جدا لما يكون مسألة فيها مطلوبين ركز في المطلوب الاول اللي انت جبته اكيد حيساعدك في المطلوب التاني او غالباً حيساعدك في ايجاد المطلوب التاني بصك انا معايا انت لما جبت ان زاوية واو تلقت ب110 لاحظ زاوية واو ب110 وزاوية جيم بتساوي 70 درجة متخيل ان الزاويتين دول شكلهم بيقول ان هم متداخلتين طب تعلم نتأكد 110 زائد 70 180 وزاويتين دول في وضع تداخل يعني تحس ان هم موجودين جو حرف يو فعلا هم فعلا متداخلتين في وضع تداخل يبقى ده معناه فعلا ان الجيم دال بيوازي الواوها بالشكل ده تعال نكتب بقى البرهان بتاعنا اول حاجة هقوله هنرسم الالف بي فلو رسمت الالف بي زي ما قلتلك هيبقى الف بي جيم دال رباع دائري هشتغل في الدائرة الشمال قياس زاوية بي الاف دال اللي هي المقابلة للسبعين هتبقى عبارة عن 180 ناقص 70 بتساوي 110 درجة ودي من خواص الرباع الدائري بعد كده هقوله بما ان زاوية دال آلف بي خارجة عن الشكل الرباعي اللي هو اللي في اليمين آلف بي واو طبعا خاصية زي ما قلنا ان الزاوية الخارجة للشكل الرباعي الدائري بتساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها يبقى طبعا زاوية دال آلف بي هتساوي قياس زاوية واو بالتالي هتساوي 110 درجة وده كان المطلوب الاول المطلوب التالي زي ما اطلاق بيعتمد على المطلوب الاول طب انا شايف ان زاوية واو قياسها 110 وزاوية جيم قياسها 70 درجة مجموعةهم 180 درجة وهما داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع يعني في وضع تداخل طالما في وضع تداخل يبقى فعلا الخطين المستقيمين جيم دال وواوهيه في وضع توازي يبقى فعلا الجيم دال بيوازي الهيه واو وهو المطلوب سؤال لبعضه المسألة دي مشهورة وجميلة وسهلة المسألة بتقول عندك الف بيه والف جيم وتران في دائرة ميم زي ما انت شايف الف بيه والف جيم وطرين يحصران زاوية قياسها 120 درجة اللي هي زاوية الف دال وهيه منتصفاء الالف بيه والالف جيم على الترتيب ممتاز بفرح قوي لما بشوف موضوع المنتصف ده لانك على طول بتستنتج ان اللي يجي من عند المركز ينصف وطر يبقى اكيد عمودي عليه انا هشوف كده ان الميم دال طالما بينصف الوطر الف بيه يبقى اكيد عمل زاوية قايمة يبقى زاوية الف دال ميم اكيد ده تبقى زاوية قايمة كذلك الامر بالمثل هه منتصف الالف جيم يبقى الميم هه اكيد عمودي على الالف جيم بالشكل ده زاوية دال قائمة وزاوية هه قائمة لاحظ اللي فيه شكل رباعي صغير اسمه الف دال ميم هه شكل رباعي مجموعة قياسات زاوية كالعادة 360 درجة طب انت عندك زاوية الف بقت ب120 وزاوية دال بقت ب90 وزاوية هه بقت ب90 تقدر تجيب الزاوية ميم اه بالطبع اقدر اجيبها مجموعة قياسات زاوية الشكل الرباعي 360 هنترح منهم الثلاث زاوية اللي موجودة هتطلع الزاوية اللي فضلة ب60 درجة اللي هي زاوية دال ميم هه كمل مسألك رسم دال ميم شعاع ورسم هه ميم شعاع فقطع الدائرة في سين وصاد زي ما احنا شايفين وصلنا السين بالصاد عايز اثبت ان المثلث ميم سين صاد متساوي الساقين عايز تثبت ان المثلث متساوي الساقين يعني عنده دالعين قد بعض يبقى اكيد لازم يكون عندك زاويتين قد بعض تمام طيب واحدة واحدة انا جبت ان زاوية دال ميم هه بتساوي ستين درجة لو هطلع في المثلث اللي فوق هلاقي ان فيه تقاطع حصل دال سين شعاع اطع الهه صاد شعاع في نقطة ميم يبقى فيه تقابل بالرأس يبقى فيه زاوية دال ميم هه بتساوي زاوية سين ميم صاد بالتقابل بالرأس تساوي ستين درجة طيب والمثلث اللي فوق اللي هو ميم سين صاد اصلاً الميم سين والميم صاد دي انصف اقطار في المثلث او في الدايرة طالما انصف اقطار يبقى اكيد متساوية بالتالي المثلث ده ممكن تقول لي عليه متساوي السقين ولكن ما تنساش ان انت جبت زاوية ميم في المثلث بتساوي 60 درجة انا عارف من السنة اللي فاتت ان المثلث المتساوي السقين اذا كان قياس احدى زوايا بيساوي 60 درجة على طول بقدر اقول ان المثلث ده بيتحول يبقى مثلث متساوي الاضلاع وده اللي هو كان عايز يثبت يلا بينا نشوف هنكتبها ازاي وهنبدأ منين اول حاجة هنعملها طبعا دال وهيه منتصفاء الالف بيه والالف جيم زي ما قلنا يبقى اكيد بدون شك الميم دال عمودي على الالف بيه والميم هيه عمودي على الالف جيم بالتالي انا عندي شكل رباعي تكون اسمه الاف دال ميم هيه بما ان مجموعة قياسات زوايا الشكل الرباعي بتساوي 360 درجة يبقى قياس زاوية دال ميم هيه بتساوي 360 ناقص 120 زيادة 90 زيادة 90 بتساوي 60 درجة طيب بما ان قياس زاوية سين ميم صاد سين ميم صاد بتساوي قياس زاوية دال ميم هيه بالتقابل بالرأس بتساوي 60 درجة خد بالك خلاص احنا شفنا اللي فيه تقاطع يبقى اكيد فيه تقابل بالرأس يبقى المثلث اللي اسمه ميم سين صاد عنده زاوية بستين اللي هي زاوية الرأس طب انا واخد بالي ان الميم سين بيساوي الميم صاد بيساوي نق وزاوية سين ميم صاد بتساوي ستين درجة لو ما كانتش ستين كنت قلت عليه متساوي السقين لكن متساوي السقين وعنده زاوية بستين درجة على طول يتحول يبقى مسلس متساوي الاضلاع بالتالي اقدر اقول ان المثلث سين صاد ميم متساوي الاضلاع سؤال بعد أولاد سؤال بيقول في الشكل المقابل عندك ميم ونون دائرتان متقاطعتان فين؟ فألفوا به أنا شايف أني في خط مركزين وشايف أني في وطر مشترك جميل بيقول لي جيم تنتمي للبه ألف شعاع شايفها طبعا فوق وبعدين رسمنا جيم دال شايف الجيم دال فين؟ فعملت زاوية قياسها 55 درجة اللي هي زاوية جيم بقول لحضرتك أن قياس زاوية ميم ونون دال بتساوي 125 وزي ما أنت شايف فوق زاوية به جيم دال بتساوي 55 أنا عايز أثبت أن الجيم دال ده مماس للدائرة نون طيب واحدة واحدة خط مركزين ودائرتين وتقاطعتين أكيد بيكون عمودي على الوطر المشترك ممتاز صح هنا جدرها يبقى ده معناه أن الميم نون عمودي على الألف به ده معناه أن زاوية ه قائمة يعني زاوية نون ه جيم قائمة طيب لاحظ أن فيه شكل رباعي موجود عندك اسمه نون ه جيم دال الشكل الرباعي مجموعة قائسات زاوية 360 درجة زي ما إحنا لسه عاملين في المسألة اللي فاتت طب أنا عندي زاوية نون ب125 وزاوية هيه لسه جايبها حالة بتسعين وزاوية جيم ب55 تعالا كده نقوله مجموعة قائسات زاوية مسلسة 360 هطرح التلات زاوية اللي موجودين عندي المعلومين من التلاتمية وستين هيديني الزاوية اللي فضلة اللي هي زاوية نون دال جيم هتحصل مفاجأة هلاقي إن الزاوية دي قياسها تسعين درجة تسعين درجة ما بين مين ما بين خط مستقيم وكمان نص قطر طالما نص القطر عمل مع الدال جيم زاوية قائمة تأكد إن الجيم دال ده يعتبر مماس للدائرة يبقى تعالا نكتب بقى الكلام ده واحدة واحدة كده بالتفاصيل حبدأ أقوله أنا واخد بالي إن الديرتين بتوعي ديرتين متقاطعتين في ألف وبه أكيد أكيد الميم نون عمودي على الألف به وأكيد كمان بينصفه يعني الألف ه بيساوي البيه ه جميل مجموعة قياسات زاوية الشكل الرباعي زي ما اتفقنا هيساوي 360 درجة طالما مجموعةهم 360 درجة أنا هدخل جوا الشكل الرباعي اللي اسمه جيم هي نون دال عندي ثلاث زاوية وعايز أجيب الزاوية الثالثة يبقى قياس زاوية جيم دال نون جيم دال نون هيساوي 360 ناقص الخمسة وخمسين زادي التسعين زادي المية خمسة وعشرين هيديني تسعين درجة إذن الجيم دال عمودي على النون دال الجيم دال عمودي على النون دال الله الجيم دال عمودي على النون دال أو النون دال عمودي على الجيم دال طبعا ده معناه إن الجيم دال ده بيمس الدايرة لأنه لو ما كانش بيمس الدايرة وقاطع الدايرة عمره ما هيعمل زاوية تسعين او لو كان يبعد عن الدائرة برضو كان هيخلف عن الزاوية 90 لان ده نص قطر يبقى نص قطر ومماس اصبح جيم دال مماس للدائرة عند دال سؤال لبعض اولاد سؤال بيقول في الشكل المقابل عندك دائرتين متحدتين المركز دائرتين متحدتين المركز الدائرة الصغيرة نيم تقع داخل الدائرة الكبرى ميم ألف ب وطر في الدائرة الكبيرة بيقطع الدائرة الصغيرة فنقطتين جيم دال ألف عين وطر في الدائرة الكبيرة بيقطع الدائرة الصغيرة في سين وسط طيب ركز بقى معايا بحقول لك لو كان قياس زاوية ألف به عين زاوية به للتحت بتساوي قياس زاوية ألف عين به اللي هي زاوية عين عايزين نثبت ان الجيمدال اللي هو الوطر اللي جوه الدايرة الصغرى بيساوي السينصاد اللي هو الوطر اللي جوه دايرة الصغرى ازاي يحصل ده قال لي المنتهى البساطة يعني انا عايزك تستغل الكلام اللي هو بيقوله طالما قالك ان فيه مسلس اسمه ألف به عين لكن شايفينه وفيه زاويتين بيساوا بعض تستنتج ايه برافو فيه ناس بدأت تستنتج هستنتج ان المسلس ده عنده زاويتين قد بعض يبقى مسلس مسلس ساقين يبقى اكيد الالف بيساوي الالف عين ممتاز ممتاز وطر بيساوي وطر افتكر كده اخدنا حاجة بتقول لو كان فيه وطر بيساوي وطر في دايرة واحدة يبقى اكيد البعض العمودي عن المركز بيساوي البعض العمودي عن المركز للأسف مفيش انا اعمل يعني انا اعمل تعالا بس انا هرسم عمود من الميم على الالف بي وهرسم عمود من الميم على الالف عين ازاي؟ بص معايا هرسم ميم هي عمود على الالف بي وهرسم ميم واو عمود على الالف عين لاحظ معايا ايه اللي ممكن نكتبه او ايه اللي ممكن استفيد بيه لو انا عملت كده هستفيد أني لما أرسم ميم هي عمود على الألف به البعض العمودي هيبقى بيساوي البعض العمودي لأن الوطر ألف به بيساوي الوطر ألف عين خد بالك طالما ميم هي عمود على الألف به وميم واو عمود على الألف عين يبقى ألف به كان بيساوي ألف عين يبقى البعض ميم هي بيساوي البعض ميم عين واحد هدخل جوا الدائرة الصغيرة في الدايرة الصغيرة هلاقي ان الجيم دال وطر وكمان السين صاد وطر ولكن كنت حضرتك اقيل لي ان الميم هي عمودة على الجيم دال وكمان الميم واو عمودة على السين صاد لا مش كده وبس وان كمان ان الميم هي والميم واو كمان هم عبارة عن بعضين متسويين الله يبقى ده معناها بعضين متسويين عن المركز يعني يبقى ده معناها ان الجيم دال بالفعل بيساوي السين صاد تعالا نكتب البرهان واحدة واحدة أول حاجة حنرسم حقول له كده حرسم لأن ده مش من أصل المسألة حرسم ميم ه عمود على آلف ب وحرسم ميم و عمود على آلف عين بما أن قياس زاوية به بيساوي قياس زاوية عين يبقى إذن الآلف ب بيساوي الآلف عين في المثلث آلف ب عين يعني مسلث مثلث سقين طيب تعالا ندخل في الدايرة الكبيرة في الدايرة الكبرى بما أن الميم ه عمود على الالف به والميم واو عمود على الالف عين والميم هي او الالف به بيساوي الالف عين يبقى اكيد البغض العمود على المركز بيساوي البغض العمود على المركز اذا الميم هي بيساوي الميم واو واحد تعالوا ندخل في الدايرة الصغيرة في الدايرة الصغيرة هقول له والله انا شايف ان الجيم دال والسين صاد وطرين والميم هي عمود على الجيم دال والميم واو عمود على السين صاد وبما أن الميم هي يساوي الميم واو لسا إلينا من شوية مستنتجنا يبقى أكيد أكيد الوطرين متساويين في الطول يبقى أكيد الوطر جيم دال بيساوي قياس الوطر أو طول الوطر سين صد صالي بعد أولاد صالي بعد بقولي ألف به جيم دال شكل رباعي مرسوم داخل دائرة فإذا كان الألف به يوازي الدال جيم زي ما أنت شايف وكمان هي منتصف الألف به القوس ألف به يبقى عايزك تثبت أن جيم هي بيساوي دال هي إزاي ممكن تعمل كده قال لي الموضوع بسيط جدا أول حاجة أنا حرسم خلي بالك حدق قلتلي المسألة دي ما كيتش مرسومة مثلا في الأول يعني هو لو جبه لك جبه لك كده مش مرسومة طب أنا حرسمها هنفذ اللي هو بيقوله وهقولك على حاجة كويسة المسألة دايما اللي بتبقى مش مرسومة بتبقى سهل جدا التعبير عنها بس كل ما يقولك أعمل خطوة هتعملها يعني أنت على طول هيقولك إيه هو بيقولك مثلا ألف بي بيوازي الدال جيم فأنت هترسم شكل رباعي مع مراعات أنه أنت تحط لي أن الاتنين دول بيوازوا بعض الألف بي بيوازي الدال خلاص؟ مش مشكلة شكله عامل إزاي الشكل الرباعي المهم أن يفيد العين بيوازوا بعض يعني بني وبينك كده عامل زي ما يكون شبه منحرف وطالما شبه منحرف مرسوم داخل دائرة يبقى أكيد هو شبه منحرف متساوي السقيل المهم في الحالة دي هيبقى عندك ألف دال بيوازي الجيم دال الألف بي بيوازي الجيم دال طب ما أنا عارف من زمان أنه لما بيكون عندي وطرين في دائرة متوازين بيبقى بيحصروا أقواس متساوية في القياس يعني قياس القوس ألف جيم هيبقى بيساوي قياس القوس به دال وده فعلاً اللي إحنا استدجناه استدج واحد طيب تعالى كمان أقول لك حضرتك قلت لي في المسألة أن الهيه منتصف القوس ألف به طالما الهيه في منتصف القوس بقى سميته لقوس هيه متساويين في القياس يعني قياس القوس هيه ألف بيساوي قياس القوس هيه به ممتاز كده اتنين تعالى نجمع واحد واثنين لو أنا جمعت قياس القوس هيه ألف زائد قياس القوس ألف جيم هيطلع بالضبط بيساوي نفس قياس القوس هيه به زائد قياس القوس به دال بالتالي أقدر أقول له أن قياس القوس جيم ألف ه أو هيه ألف جيم بيساوي قياس القوس دال به هه او هه به دال وانا عارف ان لما بيكون في قوسين متساويين في القياس يبقى الزوايا المحطية المقابلة لها اكيد متساوية في القياس يعني زاوية او القوس هه الف جيم بيسوي قياس القوس هه به دال يبقى الزاوية المحطية اللي قدامه بتساوي الزاوية المحطية اللي قدامه تمام يعني زاوية دال اللي هي هه دال جيم بتساوي زاوية هه جيم دال لو انا كنت عايز اثبتها كمان ان الاوطار المتساوية يقابلها اقواس متساوية والعكس يبقى لو عندي القصين بيساوي بعض اللي هو الهه الهجيم بيساوي القص هه بهدال يبقى بالتالي الاوطار المقابلة ليها تكون متساوية في الطول يعني الههجيم بيساوي الههدال وهو ده بالفعل اللي هو كم طلب سؤال كمان اولاد سؤال بيقول في الشكل المقابل اله بهجيم دال متوازي اضلع هه بينتمي للجيم دال خط او شعاع وبهه بتساوي الالف دال بهه انتبه بهه كله بيساوي الالف دال تقدر تثبت ان الشكل اله به دال هه رباع دائري يبقى انا محتاج ادور على خاصية من خواص الرباع دائري رغم عدم موجود دائرة موجودة قدامي في الرسمة يبقى انا محتاج لمين لخاصية من خواص الرباعي الدائري طيب واحدة واحدة كده ركز معي حضرتك لما قلت ان اله بهجيم دال متوازي اضلع انا ممكن استنتج استنتاج رهيب من متوازي الاضلع ايه هو اقدر استنتج ان كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس ده فين ده في متوازي الاضلع خاصية من ضمن خواص متوازي الاضلع يبقى قياس زاوية به الف دال بتساوي قياس زاوية جيم تمام طيب دي واحدة قلت لي معلومة بتقول ان اله به بيساوي الالف دال اله به بيساوي الالف دال طب ما هم من خواص متوازي الاضلع كمان انا عارف ان الالف دال بيساوي البيه جيم بيوزي وبيساوي يبقى ده معناه ان البيه بيساوي البيه جيم جميل ركز معايا في المسلس به جيم ه حضرتك لسه حالا ايلي ان البيه بيساوي البيه جيم يبقى ده مسلس متساوي السقين وطالما مسلس متساوي السقين يبقى زاويتين القاعدة متساويتين او متطابقتين يعني زاوية جيم بتساوي زاوية به جيم ممتاز ده ال severity two من 1 و 2 انا قلت في الاول ان زاوية به الف دال بتسوي زاوية جيم ودلوقتي اثبتت ان زاوية به جيم بتسوي زاوية جيم من 1 و 2 نجد ان قياس زاوية به الف دال هيسوي قياس زاوية به ه دال ودول مرسومتين على الضلع به دال وفي جهة واحدة منه يبقى اكيد 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 الزاويتين دول يعملو لشكل رباعي دائري أصبح ألف به دال هي فعلا شكل رباعي دائري تعال نكتب الخطوات بتاعتنا ونشوف كرهنا الكتب إزاي أول حاجة هقوله بما أن ألف به جيم دال متوازي أطلع يبقى زي ما اتفقنا قياس كل زاويتين متقابلتين متساويتين يعني به ألف دال بيتساوي قياس زاوية جيم بالشكل ده هقدر أقوله كمان حضرتك قلتني أن الألف دال بيتساوي البيه هي أقدر أنا أقولك يبقى استنتاجي أن الألف دال كان بيساوي البيه جيم صح كده يبقى عشان الألف دال بيساوي البيه جيم والألف دال معطى بيساوي الألف أو البيه هي يبقى من هنا أقدر استنتاج فعلا أن البيه هي بيساوي البيه جيم الله البيه هي بيساوي البيه جيم يبقى المثلث به هيه جيم متساوي السقين تمام في المثلث به هيه جيم قياس زاوية به هيه جيم هتساوي قياس زاوية جيم يبقى ده معناه ان من واحد واثنين زاوية به ألف دال هتبقى بتساوي قياس زاوية به هه دال المرسومتان على ال به دال او الضلع به دال او القاعدة به دال وفي جهة واحدة منها يبقى بالتالي قدر اقول له ان ألف به دال هه فعلا شكل رباعي دائل سؤال كمان يا ولاد بيقول لي في الشكل المقابل سين ألف مماس وسين بيه مماس ممتاز ممسين جايين من نقطة واحدة تمام يعني أكيد القطعتين الممسيتين سين ألف وسين بيه متساويتين في القياس يعني المسلس سين ألف بيه هيبقى مسلس متساوي السقين أنا معرفش لسه هو عايز ايه بس مجرد ان انت قلت لي ممسين جايين من نقطة واحدة انا قدرت تستنتجي الكلام ده تمام ممسين سين ألف وسين بيه ممسين للدائرة في ألف وبي قياس زاوية سين بتساوي 70 درجة وقياس زاوية جيم زي ما حدك شايف دال جيم بي بتساوي 125 درجة عايز أثبت أن الألف دال أثبت أن الألف دال ينصف زاوية دال ألف سين دال ألف سين عايز أثبت أن الألف بي الألف بي آسف الألف بي ينصف زاوية دال ألف سين كلمة منصف يعني الزاويتين اللي على يمينه وعلى شماله متساويتين طيب عايز كمان أثبت أن الألف دال بيوازي السين بي يلا بينا واحدة واحدة حضرتك قلت لي هنا أن سين ألف وسين بي ماما السين لدائرة واحدة جايين من نقطة واحدة اسمها سين يبقى أكيد السين ألف بتساوي السين بي وطالما السين ألف بيساوي السين بي يبقى المسلس سين ألف بي مسلس متساوي ساقين يبقى زاويتين القاعدة اللي هم الزاويتين الممسيتين سين ألف به وسين به ألف متساويتين في القياس قياس كل منها فعلا مية وتمانين نقل سبعين على الاتنين يعني خمسة وخمسين درجة تمام طيب كمان قدر أقوله خد بالك في الشكل اللي فوق اللي هو اسمه ألف بي جيم دال ده شكل رباعي دائري طب الشكل الرباعي الدائري كل زاويتين متقابلتين متكاملتين في القياس أو متكاملتين يعني مجموعة مية وتمانين درجة يعني ده معناه أن زاوية به ألف دال هيبقى بتساوي مية وتمانين درجة نقص المية خمسة وعشرين بتساوي خمسة وخمسين درجة لاحظ أن في الحالة دي هنا قياس زاوية به ألف دال بيساوي قياس زاوية به ألف سين يعني الألف به يمينه وشماله زاويتين قد بعض وكل واحدة فيهم بخمسة وخمسين درجة يبقى بالفعل الألف به ينصف زاوية سين ألف دال طيب كمان أقدر أقول له خد بالك أن زاوية سين به ألف سين به ألف بتساوي كمان زاوية به ألف دال اللي هي بتساوي خمسة وخمسين درجة وهما في وضع تبادل يعني خد بالك سين به ألف بتساوي به ألف دال وضع تبادل حرف زد تمام يبقى ده معناها على طول أن الألف دال بيوازي السين به واحد تاني يقول لي أنا عندي اختراح آخر أنا شايف أن زاوية ألف كلها دلوقتي اللي هي اسمها سين ألف دال خمسة وخمسين وخمسة وخمسين مية وعشرة طب ما هم مية وعشرة وزاوية سين بسبعين الزاويتين دول مجموعهم مية وتمانين درجة وهما في وضع تداخل يعني متداخلتين وفي جاة واحدة من القاطع يبقى برضه أكيد أقدر أثبت أن الألف دال بيوازي السين به اللي اتنين صح تمام ناخد سؤال كمان سؤال بيقول لي ألف به جيم مسلس مرسوم داخل دائرة ألف دال مماس للدائرة عند ألف سين ينتمي للألف بيه وصاد ينتمي للألف جيم حيث السين صاد بيوازل به جيم عايزك تثبت أن الألف دال مماس للدائرة المرة برؤوس الألف أو من نقط ألف وسين وصاد طيب طبعا الرسمة مش مرسومة أنا هحاول أرسم وترجم الكلام اللي هو قاله يعني هرسم مسلس مرسوم داخل دائرة بحيث يكون الألف دال مماس وبعدين هقول له سين بتنتمي للألف به في أي مكان وصاد بتنتمي للألف جيم بس بشارط يكون السين صاد بيوازل به جيم هعمل كده اتكون معايا الرسمة اللي قدامي فأنا عايز أثبت إن الألف ده المماس للدائرة اللي بتمر برؤوس أو بالنقط ألف سين صاد أو برؤوس المثلث ألف سين صاد أعمل إيه؟ طبعا أنا شايف إن الألف ده المماس للدائرة اللي بتمر برؤوس المثلث الكبير ألف به جيم وطالما الالف دا المماس يبقى فيه زاوية مماسية وانا عارف ان العلاقة ما بين الزاوية المماسية والزاوية المحطية هي علاقة تساوي بشرط يكونوا مشتركين مع بعض في نفس القوس مظبوط انا شايف ان الالف دا المماس فعلا عنده الف اخدت بالي ان قياس زاوية دا الالف به المماسية بتساوي قياس زاوية الف جيم به المحطية المشتركة معه في القوس اللي اسمه الف به تمام دي رقم واحد طيب أخذت بالي كمان أن فيه توازي سين صاد بيوازل به جيم وطبعا الألف جيم قاطع لهما يبقى في الحالة دي حقدر أقوله أن قياس زاوية جيم أو ألف جيم بي بيسوي قياس زاوية ألف صاد سين بالتناظر حرف F مقلوب تمام وجي رقم اثنين من واحد واثنين اللي يحصل مع الجيم يحصل مع الصاد حضرات قلت لي أن زاوية دا الألف بي بتساوي زاوية جيم دلوقتي جيم هي هي صاد يبقى زاوية دا الألف سين بتساوي قياس زاوية ألف صاد سين خد بالك لما بتلاقي زاوية بتساوي قياس زاوية أخرى مرسومة على الضلع بتاعها على طول تقدر تقولي أن هنا في حالة مماس لدايرة بتمر برؤوس ثلاث نقط يعني أو بتمر برؤوس الثلاث نقط بتوع المسلس لاحظ أن اكتشفت أن قياس زاوية دا الألف سين بتساوي قياس زاوية ألف صاد سين المرسومة على الألف سين هنا أقدر أقول فعلا أن الألف دال مماس للدائرة اللي بتمر برؤوس المسلس ألف سين صاد أو للدائرة اللي بتمر بالنقط ألف وسين وساد كده احنا خلصنا وراجعتنا أولاد إن شاء الله مستنيين أي استفسارات أو أي أسئلة في الكومنتات بتاعة الفيديو وبالتوفيق إن شاء الله وأتمنى بس أن انتوا تركزوا شوية في المذاكرة على قد ما تقدروا حل كتير على قد ما تقدر بالتوفيق إن شاء الله ونشوفكم إن شاء الله وانتوا فرحانين بالنتيجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة